السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة النهاردة زحام على مراكز اللقاح في مصر زحام في مشاهد منه واماكن منه بدى فوضى وغياب للتنظيم وصل يعني درجة من درجات السخط او الغضب او الاحتجاج او الانزعاج على الكتير من الذين ذهبوا لطلق اللقاح وبدى واضحا من التسجيلات اللي صوروها والمشاهد اللي سجلوها على الوسائل تواصل الاجتماعي حالة من الغضب والنقمة على فكرة غياب التنظيم او يعني بالوصف الاخر هو وصف الفوضى او انه هما في حالة من حالات العشوائية والاحتشاد اللي ودى الناس الى درجة من يعني الانفعال وكمان كلام على يعني شوف ده لا يمكن يكون قائم على اساس ان احنا كورونا يا جماعة صحيح الناس لابسة كمامات ومحترمة كمامات لكن المشاهد فيه تكدس وفيه تكالب وواحد كمان مش لابس كمامة وفيه حد منزعج من التصوير طبعا احنا قصاد مشاهد من ده كتير النهاردة نشرت ويعني ووضعت على اه ده حتى منطقة مصر الجديدة والمركز في شرع بيروت كان مصدر ازعج لكسيرين جدا ومصدر الحاح من فيديوهات كتيرة تعلن غضبها يعني على المشهد ده على حالة التكدس وعلى حالة غياب التنظيم وعلى حالة ما يجبه الفوضى طيب خلينا اكلم على هذا المشهد باكتر من زاوية واكتر من اه رؤية يعني او نظرة اولا رقم واحد المشهد ده تعبير على اقبال من المصريين بدأ كبيرا من المواطنين على مراكز اللقاح وده معناه انه عندنا قطاع من المصريين واعي يحترم العلم والعقل فاهم يعني ايه اهمية اللقاح وطلق اللقاح مش بس له والصحيته لا وكمان واللي اللي حواليه وللصحة العامة في مصر كلها وللشعب المصري كله فناس عندها اه احترام للعلم واحترام للعقل واحترام للصحة العامة والمصلحة العامة وكمان عندها يعني حماس انها تروح تاخد اللقاح فدي احساس المسئولية والشعور بانه هذه مهمة الحقيقية وواجب له وعليه ده شيء لابد ان يشار اليه ويحيى تماما بدرجة الوعي الكبيرة اللي موجودة عند هؤلاء الذين تزاحموا ويعني وربما يعني تكدسوا امام المراكز اللقاح للحصول على لقاح يأمن لهم صحتهم ويأمن للشعب المصري كله صحتهم لكن لما شوف انه ستمائة الف فقط هما اللي سجلوا اسمائهم على الموقع برغم المشاهد اللي تبدو مزدحمة اي مزدحمة لغياب التنظيم يبدو المشهد هنا مزدحم لغياب التنظيم لو التنظيم اكثر حكمة ووعيا هتلاقي الامور اهدى واسهل من كده وبدون ما يبقى فيه حالة التوتر والانفعال ولا التأخر الرهيب الناس بتروح الساعة 8 الصبح بتطعم الساعة 2 كمان المشاهد دي تزعج الى درجة انه ممكن الناس المتحمسة تتراجع او تتردد وده شيء مش عايزينه اطلاقا ولا نريده ابدا ليه لان الجهد العظيم اللي عملته الحكومة المصرية هو جهد عظيم من المناسبة مش محاولة لتحسين الصورة ولا لتجميل الموقف الجهد اللي عملت الحكومة المصرية في الحصول على اللقاح في وسط اللي بيحصل في العالم دلوقتي من تصارع حول اللقاح ومن تسييس للقاح ومن غياب للعدالة في توزيع اللقاح احنا اصد يعني جهد مصري حكومي ممتاز في الحصول على اللقاح ده لما تبقى ما تقول لنا انه عندها دلوقتي واحد وستة من عشرة مليون جرعة ولما تقول انها ماضية او شرية وعقود لستاشر مليون والعشرين مليون جرعة ولما تقول لنا انه يبقى فيه اربعين مليون جرعة بعد شهور ده اكتمل اربعين مليون جرعة لا ده جهد ممتاز وسط السياق اللي بيحصل في العالم وفق السياق ان 16% من الدول حصلت 74% من اللقاح وسط اللي بيحصل في اوروبا اللي منع التصدير كل ده جهد ممتاز من الحكومة لابد ان يشار اليه ويشاد به حين نشير لكن وحتى كمان جهد وزارة الصحة بقى طبقها وبالمناسبة رغم هذا الزحام والتكدس احنا لبلغنا ولو صلنا اي حالة من حالات الانفعال من اي طبيب او ممرضة او ممرض او اداري في الطاقم الطبي المسؤول على اي مركز بالمراكز دي ورغم الاعداد التي لم يكن يتوقعها احد بالتكدس بالطريقة دي في وقت محدود من الساعات رغم كل ده الا انه فيه انضباط حقيقي ومعاملة محترمة ورقية من الاطباء والطاقم الطبي كله عموما الاداري والهيئات المعاونة ولم نضبط احدا يشكو من معامل الطبيب او من شكوى من ممرض او ممرضة اطلاق فبرضو هنا جهد عظيم ورائع من اطباءنا في وزارة الصحة وجهد ممتاز لوزارة الصحة ما يصحش بقى تشوشه هذه الصور ويبقى غياب التنظيم وكأنه يشوه الجهد او يشوش على مقدار الجهد المبزول سواء من الحكومة كتوفير يعني اللقاح او من وزارة الصحة التي لا تهدأ ولا يعني تكف عن العمل والحركة والعطاء والنشاط من اليوم الاول لظهور هذا الوباء بتضحيات ويعني كبيرة من الاطباء مصر اللي احنا بنعتبرهم الجيش الابيض يعني الناس اللي في الصف الامامي لكن على قد ما صورة الاقبال الذي يبدو مزدحما ده على قد ما يبدو الرقم هش جدا ستمائة الف بس اللي وضعين او حطالبين اللقاح رقم هش للغاية احنا على اقل المفروض اربعين خمسين مليون مصري يتلقوا اللقاح فلا يبقى ما فيه ستمائة الف خصوصا انه فيه جرعات مليون وستمائة فلازم تدرك فورا انه فيه قطاع واسع من المصريين لسه مش في موضع الحماس لترق اللقاح هل محاط بقى بالشائعات والخزعبلات والتخرصات اللي حصلت على فكرة اللقاح واثار ومش عارف ايه هل لسه مأسور بالخرافة الكبرى انه كورونا اصله كورونا دي يعني ناس بتموت بالمئات وبالالاف ولسه فيه ناس مش مقتنعة بكورونا او مش مقتنعة باللقاح لسه فيه درجة من درجات التعصي على الايمان بالعلم وعلى الانتصار للعقل وعلى الايمان بالطب وبعطاء البشرية في الاختراع والاكتشاف مش معقول للدرجات دي لسه احنا عندنا ناس مش مقدمة ومقبلة على تعاطي اللقاح وتلقي اللقاح وما قدمتش للقاح هذا امر يزعج للغاية يزعجنا كمان لفهم ثقافة المصريين وازاي احنا موصلي قطاعات في شعبنا ايوه المشهد يبان مزدحم ويبان اقبال وهو اقبال حقيقي في اماكن انا يوم ما رحت اتلقي اللقاح كان فيه مية اللي بيتلقوا اللقاح تاني يوم بالزبط فيه الف تاني يوم بالزبط تاني يوم بعدها 24 ساعة المتقدم الف والناس بتروح بتقعد بالست سبع ساعات وتضطر تيجي اليوم التاني بدوها ارقام لليوم التالي فدي مسألة زي ما بقول لكم الزحام لكن الزحام الحقيقة نتيجة غياب التنظيم انما مش زحام نتيجة اقبال المصريين على تسجيل اسبعهم في طالب اللقاح وده شيء مزعج ده معناه اسمحولي يعني اذا كنا بنكلم على جهد الاطباء ده معناه فشل نقابة الاطباء ايضا في التوعية توعية الناس الاطباء الموجودين في مصر ما وصلوش للناس وهم ما بيتعالجوا في العيادات وفي المستشفى اهمية وضرورة اللقاح وانا وانا كمان اقلقي يعني عبءا للمسئولية كبيرة على يعني العقول المفكرة على الاعلام بعمومه وكله على وسائل تواصل اجتماعي طبعا لانه وسائل تواصل اجتماعي عندها غرام مزهل بتعظيم السفاهة يعني الحاجة التفهى الهايفة او الخرافة او الجنان او بتاعه تقول تكبر فيه تكبر فيه وده مش في مصر بس ده في العالم كله وده مش في موضوع اللقاح في مصر بس ده في العالم كله الانسانية كلها يعني امر لا يخص مصر واحدها ولا المجتمع المصري واحده ومن هنا دورنا احنا بقى دورنا كدولة لازم كمان يبقى فيه مصدقية للدولة عند الناس فلما تقول لها والدولة تقول ان دي مشكلة وانه لابد ان انتوا تاخدوا اللقاح ولابد احنا وفرنا اللقاح وحق المدولة وحق المجتمع علينا كلنا نحن ناخد اللقاح لأن عدم تلقيق للقاح معناه خطورة عليك وعلى اللي جنبك وعلى أهلك وعلى زميلك في الشغل وعلى ولادك في المدرسة وعلى وعلى فده مش طرف مش طرف طوال تفكر اخذ اللقاح ولا لا يا ترى لا انت مش راح على مطعم للعشاء يعني فروح اكل كشري ولا اروح اكل حماب لا ده عمر واجب ولازم وارجو انه ده يتم بوضوح قبل ما يبقى فعلا الدعوة حقيقية لتلقي اللقاح اجباريا يتلقي بأي والد زي بالزبط ما بيحصل تلقي اللقاح شغل الاطفال مثلا الاطفال اجباريا فيبدو ان احنا يعني ربما ندخل في مرحلة نطالف فيها بتلقي اللقاح اجباريا لانه مش هينفع انه يبقى جزء محدود في المجتمع ياخد ممكن يكون الاكثر وعيا الاكثر ادراكا الاكثر اقبالا على اللقاح الاكثر ايمانا بدور العلم والطب دهما لو هذا هذا جزء محدود خصوصا اننا لما بشوف حالات التكدس بلا في المناطق اللي هي تبدو مناطق حضرية الاكثر تعليما الاكثر مدنية فتلاقي فيه زحام معنى انه فيه اقبال اكثر من مناطق دي على طلق اللقاح اذا ده وكأننا اذا توزيع شرايح ثقافية وطبقية للقاح بش معاو لا احنا محدود خصوصا لما اشوف كمان توزيع اللقاح ومراكز اللقاح هلاقي موجودة في كل المحافظات في مصطيح متباين شوية انا معرفش بناء على ايه يبقى مثلا محافظة المنطفية اربع مراكز للقاح بس معرفش بناء على ايه يعني تعالوا نشوف كده القاهرة تلاتة وتلاتين مركز ووضح جدا ان المراكز العدد قليل يعني لازم يتضاعف من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها دلوقتي عن امكانية يعني ضبط المشهد في مراكز اللقاح انه لابد من المضاعف في هذه المراكز لكوشوف القاهرة تلاتة وتلاتين مركز الجيزة اربعة وعشرين اسكندرية تساعتاشر ودي جديد تلاتة ملاقي واحد بس في بحر الاحمر بحر الاحمر دي محافظة كاملة يا جماعة ما عرفش ازاي المحافظة كاملة البحر الاحمر وممتدة وطويلة جدا مش يعني مش مش مدينة هي مش الغرداء هي اسوان مستشفى واحد لقصر مستشفى واحد الشرقية سبع مراكز انا مستشفى واحد سوهاك تلات مراكز السوط اربع مراكز السوط بكل قراها وسوهاك بكل قراها دي تلات مراكز الميني اربع مراكز مستشفى واحد ده اخد بالك ده الاول كان تلات وثلاثين دلوقتي بقى مية مية تسعة وثلاثين او كانوا اربعين الاول جنوب جنوب سيناء مستشفى واحد شمال سيناء مستشفى واحد المينوفي اربع مراكز بمنعتاري المينوفي مستحيل المينوفي اربع مراكز يعني حتى لما اتكلم على الاليوبية والغربية سبعة وكفر الشيخ يعني اتكلم على الاليوبية يا جماعة والغربية والمنوفية ده اعلى كسافة السكانية في مصر والدهائلية كمان فليه المنوفية اربعة والغربية سبعة وليه الاليوبية اربعة يعني من شبرى الخيمة لغاية وسنة اربع مراكز لا مسألة برضو محتاجة يعني فهم ليه يعني السؤال ليه هل قلت امكانيات هل قلت اماكن هل قلت عدد سكان طب انتوا لو تخيلوا لو احنا منتكلم برضو هنأتكلم عن بلدي يعني المنوفية اللي انا عرفها كويس يعني والناس هناك اكثر تعليما ومتعرفين محافظة اللي هي اقل وامية في مصر كلها والاكثر تعليما في مصر كلها فاعتقد جازما انه هيبا فيها اقبال كبير على مراكز اللقاح هتشوف انت بقى تكدس ما شفتوش في حتة تانية لانه ناس وعي قوي وكتير قوي راحين اماكن قليلة قوي فطبيعي انه هيبا فيه تكدس بالمنظر ده هنا برضو السؤال ليه اولا ليه ليه المحافظة ليه ضميات مركز واحد ليه ليه برضو ازا كان ده التوزيع اولا زي ما قلت احنا لازم نشكر الجهد نشير ونشيد ده مؤكد انما لازم نضيف بقى انها جهد يستحق يعني مضاعفة لانه الرقم 138 رقم يبدو امام المشاهد شفناه النهاردة محدود للغاية زي التوزيع الجغرافي يعني انسي كان في القاهرة وشكل التكدسات كده المال في المحافظات تبقى ازاي وكمان احنا لما هنشوف الستمائة الف اللي قدموا للقاح مش هلاقي يعني هلاقي برضو عدد قليل اللي بتقدم في المحافظات ومنسما عايزين نزكي ده عند المحافظات ونحرض اهلين في المحافظات هم يقدموا على اللقاح وانهم يسجلوا اسماء وانهم يروحوا يترقوا اللقاح خصوصا قبل رمضان وما اعتبر ان اللقاح كمان جرعتين دي حاجة مهمة للغاية لما بنتكلم عن مراكز اللقاح لانه برضو مشاهد التكدس دي معناه اي طبعا انا مدرك كما بدأنا اول مرة في تعاملنا مع كورونا العالم كله مش مصر بس كفي قدر من الارتباك لانه حالة جديدة ومش عارفينها مجهولة للغاية وصادمة جدا وتفاصيلها مش واضحة بالنسبة للكون كله فكان طبيعي الارتباك الاول ده اللي حصل للعالم كله ومنه مصر وبرضو يعني سوفر لنفسي فرصة ان اقول انه برضو معذورين واحنا بنتكلم على اللقاح باعتبرها الاول مرة يبقى فيه لقاح بالطريقة دي في طوقيت واحد ومراكز اللقاح لكن مش معقول البدايات دايما طول الوقت تبقى على هذا القدر من من التجريب لازم يكون مخططين اكتر من كده وعندنا تخطيط حقيقي مرسوم بدقة لكل الاحتمالات ونوسع الدواير ونوفر للناس فرص اكتر علشان احنا عايزين الناس تاخد اللقاح لان اللقاح معناه صحة المصريين ومعناه صحة المجتمع المصري كله ومعناه استعادة نشاطنا تاني في الحياة على مستوى مئة في المئة بقى الجهد الاقتصادي والتجاري والكل والتعليم والمدارس كل دا يرجع صحيح مش بكرة الصبح ولا احنا هنقدر ناخد اللقاح كلنا في اسبوعين لكن في المحصلة اذا يبقى جزئيا الامور بتزيد وبتتسع طيب نعمل ايه بقى عشان نتجاوز المرحلة الاولى من الارتباك دا هنسميه الارتباك اول حاجة متصورها يعني ان احنا لازم بطبيعة الحل نزود الحكومة لازم تزود عدد المراكز اللقاح دي مسألة يعني بديهية خصوصا ان احنا عندنا جرعات يعني عندنا المخزون الجرعات وعندنا الطاقم الطبي اللي موجود في كل مستشفيات مصر فما فيش شيء يعني وعندنا القدرات على النقل والتشهيلات واعتقد ان القوات المسلحة اي مبدور ممتاز في التأمين وفي النقل وده برضو فرصة ان احنا كمان ندعو انه مراكز الطبية ومستشفيات قوات المسلحة وهي على مستوى عالي جدا من التنظيم والادارة انها كمان تفتح للجمهور مراكز للقاح فنوسع الدايرة جدا ونزود عدد المراكز ممكن جميع المستشفيات ليه ما ينفعاش كل مستشفيات مصر فيها مراكز لقاح وبنخصص ده طواقم طبية وكمان الحاجة التانية ان احنا نشتغل زي المستشفيات 24 ساعة ما ينفعش في اللقاح الساعة 5 نمشي ما ينفع هو فيه هو فيه مستشفيات وطبعا انت ممكن في المراكز لقاح يقود ساعة 8 بس هو بيقفل الساعة 5 واحيانا وهنا طبعا بنكلف ثلاثة ايام فممكن يكون فيه هنا يعني مركز عمل انه قفل الساعة 3 الساعة يقول لك الوزارة قفلت الساعة 3 وبنبدأ بس اللي تسجله هم اللي بياخدوا الجرعات دلوقتي او اللي تسجله في المركز المهم فلازم 24 ساعة اه الناس ممكن ساعة 2 الصبح تروح تاخد اللقاح وحقيقة الامر فيه اطباء موجودين ساعة 2 الصبح في كل المستشفيات 24 ساعة وفيه مستشفيات بتقفل وفيه اطباء بيناموا شفتات امال ايه الجهد العظيم اللي بيعملوا الاطباء في الدنيا كلها يعني انه 24 ساعة موجود طبيب ينقذك مما انت فيه موجود طقم تمريد لا ينام فده هو ده اللي مفروض انه كل المستشفيات يبقى 24 ساعة كل المراكز اللقاح موجودة في كل المستشفيات و24 ساعة طبعا لو مش عايزين مستشفيات خاصة لاسباب لا علاقة بانه تأمين اللقاح لا علاقة بانه ممكن استثمار عملية اللقاح لاسباب تجارية وده مش مطلوبة ومرفوضة دلوقتي ماشي نخليه في مستشفيات الحكومة والقوات المسلحة والمستشفيات الجامعية انما نزود العدد بحيث انه اي حد جنبه مستشفى جامعية او حكومية او قوات مسلحة يقدر يروح طبعا هيتقاله روح امتى وبمناسبة بقى التسجيل كمان اسمينا وطلبتنا في على الانترنت انت بتروح مركز اللقاح فبتقعد تسجل تكتب وتملأ بيانات ورقية وده بالمناسبة اللي بتعطل خصوصا انه موظف واحد فبتقعد بقى تسجل الاسماء تاني مرة اخرى ورقيا وبعنين تمضي وتبصم اجراءات كتير اقرار انا فاهم الاقرار القانوني علشان ايه علشان تحول دون عودة اي مواطن حصل اثار جانبية غير محمودة من اللقاح على الوزارة او على الحكومة يا جماعة يعني الاقرار ده مهم مجرد بيروح اللقاح مركز اللقاح ما ده اقرار منه مجرد انه تلقى اللقاح مش اجباري فهو اقرار عف فورا بشكل طبيعي مش محتاج ورق ويتمضي ومع ذلك لو انت محتاجين الاقرار ده ويتمضي والشؤون القانونية في الحكومة مهتمة او بالحكاية دي طب ما نسجلوه على النت يعني وإحنا نخيه على الموقع نسجل اسماءنا نملى الاقرار ونوقعه كمان ونطبعه ونوقعه ونجيبه لحضراتكم في المركز جاهز من غير موظف ياخد استلمه ونحطه في الضفطر وخلا بدل ما نقعد بقى نكتب ده كل وقت في الف واحد هكتبه اربع صفحات صفحتين وورقة كمان وورقة اه حاولي اربع صفحات يعني اربع تلاف صفحة هتحد طب يا جماعة ما نكتبها على الموقع وعايزينها ورقين ومالوا كل مواطن قدم وتقال له تعالى بكرة الاقرار بتاعه وداخل بالظرف بكل حق غلص زي ما بيقدم بطاعته كده والموضوع خلص فده فرصة مهمة انه الاقرارات الورقية دي تكون خلصانة من قبل ما يروح فيزدحم المكان دي اه اه اللقاح وغيره زي ما اقول لكم خصوصا في موضوع الحضر ده محتاجين انه في المدن يبقى اكتر يعني في المدن يبقى اكتر لانه الاقبال في المدن يبقى اكتر وزي ما اقولت زيادة عدد المراكز وبتابعة زيادة عمل عدد العاملين في المراكز والطباء والمعنيين والممرضين والممرضات المختصين بشؤون يعني اللقاح ده نزود عددهم والشيفت بتاعهم والحيث زي ما اقولت كل المراكز اللقاح في مصر ما اظنيش انه فيه طبيب او طبيبة ما اظنيش انه فيه ممرضة او ممرض الا وكان على يعني جهد رائع جدا وتفاني في العمل ودي مسألة مش محل يعني تساؤل ولا وكمان مش محل اندهاش لانه ده الطبيعي وده الواجب اللي بتاخذ بشكل عظيم يعني ده يخلينا نسحب من المشهد ده زحامه وسخبه وارتباكه علشان كمان نشجع اللي كان عايزه يروح اصلا ان يروح وكمان نخفف الحمولة على الطاقم الطبي من الضغط العصبي الطاقم الطبي ده اللي ما اقوله باشمل فيه الطبيبات والاطباء والممرضات والممرضين والموظفين الاداريين بالمناسبة وحتى حرس المناكز والناس اللي بتنظم بنخفف الحمولة على الطاقم الطبية وفي نفس الوقت بندي روح حضرية يعني مختلفة ومتميزة وفي نفس الوقت نوفر على نفسنا عدد اكبر للناس اللي تاخد اللقاح في اسرع وقت ممكن نكسب زمن وقت عايز اشير هنا انه اللقاحات طبعا اللقاحات واضح انه فيه لقاحين هما اللي موجودين في رجل اللقاح استرازانكا والصيني انا شخصيا خدت اللقاح الصيني وسعيد من انا خدت اللقاح الصيني ارجو ان احنا ما نجرأش نفسنا فيه المقارنات والمفارقات واصلو بيتقال على ايه وفيه منظمة صحة عالمية وفيه هيئة دواء طبي اوروبية اقرت استرازانكا ونفت كل المشاكل الخاصة او المنسوبة لسترازانكا فبشو بقى ايه ندور على مليون واحد خد استرازانكا نسيب المليون حاجة عجائبية جدا يعني او نوع دولك والصين اصل الصين ما لها الصين دولة عظمة وحضارة انسانية جبارة وعملت لقاح العالم كله بيستخدمه والعالم كله بتعامل معاه هتقول لي اصل اوروبا الصراع السياسي احنا مش وصلين عنه دول الناس بيتخالوا مع بعض سياسيا انما علميا وطبيا لكل المؤسسات والهيئات اللي اتعاملت مع اللقاح الصيني بتقره وبتقر فعاليته وشيء ممتاز فما نعودش يجرع نفسنا يعني في التمحيك دي واللافه ودوران حوالين النفس واليسواس القهري اللي بيركبنا واني اللقاح فيهم اصل بيقولوا بيقولوا دي دي كلمة بيقولوا دي برضو فاتي شديد حتى يعني فاتي متطوحة تعالي شوف اللي عندنا سانو فارم جلنا في شهر 12 80 الف الجرعة ثم جلنا بعد كده 23 2 300 الف جرعة ثم جلنا 300 الف جرعة اخرى في 23 يبقى احنا بنتكلم على 680 الف جرعة من ساني فارم فارم اما بقى استرزينكا فاحنا جلنا 50 الف الاول ثم جلنا 854 فاحنا عندنا قرابة 900 الف جرعة من استرزينكا الرصيد كله مليون 580 جرعة 50 80 الف جرعة بالاضافة الى انه فيه 400 الف جرعة منتظرة من سانو فارم من الصين قادمة فاحنا او بنكلم على قرابة اكتر من 2 مليون اللي مقدم بس 600 600 1000 طبعا انا فاهم انه اللقاح جرعتين لكن احنا منتكلم على ان الجرعة التالية الناس اللي بتاخدوا النهاردة هتبقى بعد 21 يوم وبالمناسبة هيبقى في رمضان وبالمناسبة التطعيم ما بيفطرش عشان بردو الخشش ده اوامة بقى و 500 1000 سؤال في دار الافتة وكل تلفزيونات مصري تسئل بقى الشيوك بتوحها واصل التطعيم واصل التطعيم ما بيفطرش ومع ذلك زي ما بقول رمضان كل يوم 24 ساعة ناخد اللقاح في 24 ساعة على مدى اليوم بالكامل هيحررنا من مشاهد النهاردة اللي هي فيها جانب سلبي بدى واضحا وفيه جانب ايجابية بدى تواضحا لكن بالنسبة لي الجانب الاهم ان المصريين ينتبهوا الى ان اللقاح واجب اللقاح مش طرف اللقاح مش طرف اللقاح واجب التردد ازاء الواجب تجاه النفس والاخرين والمجتمع والدولة تردد لا يعني اطلاقا الا ضعفا وتهاونا في حق البلدي وفي حق نفسك قبل ما يكون حق البلدي بعد فصل نلتقي